ننتقل إلى صحيفة السوداني وبها نختم هذه الجولة حيث نطالع فيها التربية تهدد بعقوبات ستطال مطلقي الشائعات بشأن امتحان الشهادة في تفاصيل هذا الخبر خددت وزيرة التربية والتعليم مشاعر الدولة بعقوبات رادعة ستطال مطلقي الشائعات عبر مواقع التواصل الانتماعي حول امتحانات الشهادة السودانية اتخاذ اجراءة ضد كل من يضلل رأي العام بنشر معلومات خاطئة وكشفت الدولة في تصريحات بالبرلمان عن تعيين وكيل الوزارة ناطقا رسميا للشهادة السودانية مؤكدة جاهزية الوزارة للامتحانات وقالت ان الاعداد لها تم بصورة ممتازة وشددت على ان نقل الامتحانات سيتم بتأمين عالي وانه ليست هناك مشكلة غير الاستخدام السيء للوسائط كاشفة عن الحكم ضد مسرم امتحان العام الماضي بالسجن 14 سنة واشتراكه في دفع الخسائر التي بلغت 18 مليار جنيه بداية وزارة التربية والتعليم تصر على اقامة الامتحانات في موعدها ورغم الانقطاعات التي تمت في هذا العام الدراسي مجموعة من انقطاع في الدراسة سواء بسوء الاحتجاجات الأخيرة او ما قبلها في ايام الخريف ايضا كان هناك توقف هذه اضافة الى بقية توقفات التي طالت هذا العام رغم التذبذب في الانتظام ما زالت الوزارة تصر على قيام الامتحانات في موعدها وانها لن تتأخر فيها ما الذي سيضر الان او الاضرار التي ستلحق بالطلاب دعنا نبدأ بهم اولا يعني باعتبار انهم اهل صحيح انا اتفق معك ان طلاب امتحني للشهادة السودانية هذا العام عانوا لا مرين خلال هذا العام وانقطعت دراساتهم لفترات متكررة جدا لكن مع ذلك المعلمون يعني باشروا جهدا مقدرا ومكسفا لعجل تقطية الانواد التي يجلس اليها الطلاب وتعلم كذلك ان كثير من الاسر باتت تعتمد على الدروس الخصوصية في امر طلابها طبعا الذي دفع وزارة التربية والتعليم الى ان تعجل بامر امتحان الشهادة هذا وتعجل من تاريخه قالوا انه في سنوات السابقات دخل عليه فصل الصيف والعجل لذا لكم يريدون ان يأتي في هذه الفترة المبكرة حتى لجلس الطلاب لامتحانة الشهادة في فصل الصيف على اي حال الطلاب اللي يسدنا الى امتحانة الشهادة السودانية قالب المدارس يقول انها اكملت مقرراتها ومناهية صحيح انهم ادخلوا في ايجازة في فترة قريف دخلوا في عطلة ايبان الدورة المدرسية دخلوا في عطلة ايام الاحتجاجات كلها مخصومة من ايام الدراسية ومع ذلك يعني الان يدخلون في زمن تم التقديم فيه فترة الامتحانات كل هذه تمثل تحديات نعم لان اجتازها طلابنا نعم الشائعات بكل تأكيد التي تتحدث عنها وزيرة التربية والتعليم بكل تأكيد هي مهدد لأي مجتمع وتعاني منها المجتمعات بشكل عام خاصة اذا كانت في افق مفتوح كمواقع التواصل الاجتماعي لكن يظل السؤال القائم هل التهديد فقط بالعقوبات كاف لردع هذه الشائعات هل يمكن ان تكون الوزرية مسؤولة حتى بغياب المعلومة احيانا طبعا ربما باب الشائعات هذا تفتحه اذا كانت هناك سقارات ربما الكل كان يتابع في العام الماضي انكشاف امتحان الكيمياء هذا هو الذي ساعد على تفريغ الشائعات اما اذا تم احكام السقارات وكانت الامتحانات محكمة وكان الرغاب عليها مصوبة تماما فلن تجد الشائعات من باب مفتوح لتفرخ هذه واحدة ليس في كل الحالات وسائل التواصل الاجتماعي امرها غير محمود احيانا امرها محمود جدا بدليل ان الذي ساعد ابتداء على ان الامتحانات قد كشفت وبالذات امتحان الكيمياء كانت هي وسائل التواصل الاجتماعي في العام الماضي هي التي تابعت وهي التي تقصت وهي التي ضغطت الى ان اعلنت الوزارة ان امتحان الكيمياء بالفعل قد تم كشفه ومن ثم في ان وسائل التواصل ليس في كل امرها مزمة ومنقصة طيب نفس الشقة السؤال هل الحلول فقط بالتهديد فقط ام ان هناك حلول اخرى الاحيانا من يحمل الوزارة حتى احيانا غياب المعلومة يا اخي الامر باقي ان يمضي باتجاه التهديد والوعيد كل المطلوب من وزارة التربية ان تحكم من امتحاناتها وان تغلق كل ثقاراتها وان تحكم الرتاجة على كل ابوابها وتأكد من بعد ذلك في المسألة يقولون ان الباب الذي يأتيك منه الريح سد واستريح على التربية سد الابواب التي تأتيها منها كيف تقيب خطوة تعيين ناطق رسمي لامتحانات الشهادة ربما هذا تزيد في الوظائف ربما الناطق الرسمي الوحيد هو الذي سكرتير امتحانات السودان والذي انبغى ان يكون ناطقا باسم الامتحانات لأحد غيره ومن ثم ما ينبغي ان تزاد وظيفة لأصلا السكرتير امتحانات هو الموحل الذي ينبغي ان تحدث لم اوظف جديد ينس الوظيفة لكنها انقلت لوكيل الوزارة وكيل الوزارة هو الناطق الرسمي انا احسب سكرتير امتحانات السودان هو الاوفق والعنسب فان يكون ناطقا رسميا باسم امتحانات الشهادة السودان لانه هو اللي جيش تفعل امتحاناته من بدايتها الى نهايتها الوزير الان تعلن عن عقوبات رادعة بحق المدان في تسريب امتحانات الكيميا وهي كارثة بكل تأكيد هل ذلك كاف لتحصين وتأمين امتحانات الشهادة طبعا هذا الحكم اصدرته المحكمة بحق الذي سبت بحقه انه سرب امتحانات الكيميا ومع ذلك نقول ان امتحانات الشهادة السودانية بها درجة موسوقية عالية وهي معترف بها في كل الدول من حولنا وطوال تاريخي طبعا هذه الامتحانات كانت تطبع في زمان ماضي كانت تطبع في كيمبرج في لندن ثم لاحقا في سبعينات القرن الماضي رؤيا ان تطبع في السودان وطوال فترة طبعتها في السودان تعرضت للكشف عبر تاريخها الممتد نحو اربع مرات وربما كان الامر حتى لم يكن من شبكة ربما كانت يعني في كل الحوائل كانت حالات فردية التي تم ضبطها والتي عادت لا تسير بهذه الامتحانات هذا لا يقتح فيها ولا يقتح في القائمين عليها لكن المطلوب المحافظة على هذه الموسوقية وعلى هذه الدرجة العالية من المصداق نعم بكل تأكيد في ختام هذا الحوار ونحن نتحدث عن امتحانات الشهادة والطلاب بشكل عام وهم بكل تأكيد في السودان طلاب الشهادة السودانية يعانونها والأسرة كلها تعاني في امتحان طالب واحد فما هو المطلوب من الوزارة ليجاد جو مثالي لهذا الطالب لكي يؤدي امتحاناته بشكل سلس ومريح له ولي أسرته يعني تعرف واحد من الشكالات أننا في أسرنا السودانية وفي محيطنا وحتى في مدارسنا أننا نعلن حلط الطوارئ مع امتحانات الشهادة وهذا يستدبع الضغط النفسي على الطلاب الممتحانين وتعلم أن طالب عند مجلس الامتحان يحتاج إلى جو مواته وأن يحافظ على نفسياته وأن يمضي مطمئنا إلى الامتحانات ومن ثم ينبغي أن لا نبالغ في هذه الدرجة العالية من الضغط على طلابنا بأن يعكفوا على الاستسكار طول الوقت علينا أن ندعهم فرصة لأن يروحوا عن أنفسهم فإن النفوس إذا كلت عميت طيب الوزارة المطلوب منها لإيجاد هذا الجو الوزارة المطلوب منها يا أخي في كل مرة كانت هناك شكالات تقع بينها وبين المعلمين الذين يشرفون على هذه الامتحانات ويرغبونها والذين يصححونها والذين دون الأمر الوزارة عليها أولا أن تهيئ الجو والمناخ في مراكز الامتحانات وأن تراعي الطلاب مراعاة تجعلهم مكمئنين من الناحية النفسية لكن أنا في الليذي ألحظه منذ أن جلسنا الامتحانات الشهادة لو من ناس هذا أن الجو الذي تدار به مراكز الامتحانات في السودان تقلب عليه روح التأمين والروح الأمنية القالبة وهذا أمر يصعب حتى من الناحية النفسية للطلاب المتحانين